بصورة الرجل الذي حرص طيلة عشرين عاماً من الحكم على أن يكون خادماً لكل الجزائريين بلا تمييز أو استثناء في الصحة والمرض يترك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سدة المسؤولية صورة أراد الجندي السابق في جيش التحرير الوطني تكريسها في رسالة الوداع الأخيرة مطالباً بالتماس الصفح والمعذرة ممن قصر في حقهم من أبناء وطنه من حيث لا يدري قائلاً إن أعماله غير معصومة من الخطأ والزلل يغادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الساحة السياسية الجزائرية إذن وهو غير حزين ومطمئن على مستقبل البلاد فالمسيرة الوطنية لن تتوقف ولأن دوام الحال من المحال تمنى بوتفليقة للرئيس الجزائري الجديد أن يعينه الله على مواصلة تحقيق آمال وطموحات الجزائريين اعتماداً على صدق إخلاصهم وعزمهم على المشاركة الجدة الحسية الملموسة بلغة ملؤها المشاعر يبدي الرئيس المستقيل في رسالته ثقته بأن الشباب الجزائرية سيواصل مع قيادته الجديدة مسيرة الإصلاح والبدل والعطاء راجياً إلى الشباب والنساء رعاية خاصة لتمكينهم من الوصول إلى الوظائف السياسية والبرلمانية والإدارية أن يصبح بوتفليقة من عامة المواطنين فهذا لا يمنعه كما ورد في رسالته من حق الافتخار بإسهامه بتحسن الأوضاع في الجزائر ومن حق التنويه بما تحقق للشعب الجزائري من تقدم مشهود في جميع المجالات بالإخوة والأخوات وخير الأعوان وخير الرفاق خاطب بوتفليقة الشعب الجزائري مودعاً الشعب الذي يتحمل دائماً مسؤولية صون أمانة شهداء الجزائر الأبرار